اشتركوا في القناة سعيد اليوم بلقاءكم بعد اطلاق رؤية المملكة العربية السعودية عشرين ثلاثين بيعلن خلال الاشهر القريبة عن البرامج بتطلق اولها برنامج التحول الوطني هذا بيكون اول برنامج تنفيذي لتحقيق اهداف الرؤية في قطاعات عديدة هما قطاع الخدمات والاحتياجات اللي يحتاجها المواطن ونعتقد بيكون فيها تفاصيل اكثر واضحة عند اطلاقها قلوا سلطان عاد الشباب انت سيد الشباب طيعة عدريك ياي طلع تشقي صح بس خفت اخذوهنها لقد تجربتها نحن نسلم أم أنه أم أن نرى على جلستنا؟ طبعاً أنا أخد راح في الجواب نايت تحب أن نبدأ؟ إذا سمعت محارك نكمل هذا العام خمس سنوات من التحول الوطني فنريد أن أخبر المشاهدين الحالة التي كنا فيها والتحديات وبعدين نتكلم عن وين وصلنا اليوم وكيف حققنا ذلك في 600 مليون نفر هنا واشي حققنا حيث يصروا مليون واحد بس حيث يصروا مليون واحد خلا نخذ راحتنا شو احنا من عام 1970 عندنا خطة خمسية كل خمس سنوات خطة خمسية لتطوير الاقتصال ليش 2015 ما كانت خطة خمسية زي المعتاد ليش فجأة أصبحنا نحتاج تحول الوطني العالم تغير تحولات جيوسياسية أسواق حروب تجارية كوارث أنواع كثيرة العالم تغير يعني المملكة بنين اقتصادنا كاقتصاد بترولي وهذا أعطانا نوع من الاتكالية المملكة كانت عندها فائض مالي فائض في الصادرات وما كان فيه صراحة حاجة لأننا نبني اقتصاد متنوى وهذا للأسف يعني زرع فينا اتكالية نعترف بها ولا يجب أن ننكرها النمط الحكومي كان نمط بين القلاطم كان نمط ممل كان نمط منفر الخدمة ومسؤوليات متعددة أو مبعثة لها الصحة التعبير يقوم عليها 13 جهاز مختلف تروح البلدية عشان طلع تصريح يجلس لك وأخرية تروح التجارة تروح مدرويش يعني اركض حتى القضاء كان اركض ورا القضاء كان الازدحام يلحظ الكثير أمام حاكم التنفيذ ما كان عندنا نظام للرحلة التجارية ما كان عندنا نظام للإمتياز التجاري ما كان عندنا نظام للإفلس نظام حماية المستهلق ما عندنا نظام حماية المستهلق أول كان عندنا عقود متباينة العقود مزاجية وعقود قد تتباين من شركة لشركة أخرى أو حتى من فرد لفرد داخل المنشأ ولذا الاستثمارات لم تقدم لنا عدد الشكاوى في القطاع وصلت إلى عدد مخيف ترتيب المملكة في جوجة سرعة مثلاً الإنترنت وجوجة البنية التحتية الرقمية ترتيبنا فوق المية 150-109 أيضاً كانت ترتيبنا في المملكة العربية السعودية في مؤشر الأملة الغذائية في مكان متأخر ل讚ok مش لا تليق بالمملكة العربية السعودية المتacted بالنسبة للتقييمنا في تقرير المرأة كان ترتيب المملكة العربية السعودية تفتح البنك الدولي آخر دولة في العالم المملكة العربية السورية فإن كان هناك العديد من العقبات التي تؤدي إلى تأخير إيصال الحق لمستحق وهي المرأة في كثير من الحق كانت المرأة ما تسوب كانت المرأة ما تعمل في جمع القباحة كانت المرأة لا وجود لنساء قياديات في 2015 كانت في صعوبة في وجودي أنا كمرأة في المحاكم صارتك مواقف؟ أكيد عام 2015 ذكرت أن السعودية جاءت في 2020 عالميا حيث زيادة معدلات وفيات الطرق أعداد وفيات وإصابات عالية جدا البنية التحتية فيها تحديات كبيرة إذا ما في طرق زينة بتعاني السياحة إذا ما في مطار بتعاني السياحة ويتضاف إلى تحديات وعقبات أخرى من أهمها ضعف في البنية التحتية والبيئة التحتية طبعا تحديات كبيرة كيف نرفع مستو الرضا كيف نزيد كفاءة وإنتاجية منشاتنا الصحية كيف نستقنب التقنية بكفاءة عالية كيف أقدر نسوي أتمتة كاملة لكل خدماتنا؟ كيف أستطيع أخص السبعين بالمئة من القطاع؟ كان نتكلم على أدد 250 ألف وظيفة في القطاع بس التوطين دون 36% هو بالشك لما شفت هذه المؤشرات كان شي مخيف بالنسبة لي صراحة فهذه الأشياء لا ترتكد الطموح يا سيدي أنا ممكن أحكي معك أربع سالة تعالى لماذا؟ بس باختصار العالم كله بيتغير فمواكبة هذا التغيير لازم يؤخذ بشكل جدي جدا للمحافظة على مكان المملكة الجغرافي عمقها الإسلامي والعربي كم يمر فيها من تجارة العالم وقدرة المملكة الاستثمارية كيف تمكن وتلعب دور في التنوع الاقتصادي نشوف العالم يتغير وأعتقد من الطبيعي أن نكون نحن قائدين هذا التغيير رؤية المملكة 2030 استشعرت هذا النقص واستشعرت حتمية أن المملكة تنوع الاقتصاد ولا ننتظر حتى أفول عصر البترول لخلق هذه القطاعات الحيوية والحساسة والمهمة والتي ستكون بديل مستدام لثروات الطبيعية رؤية نشفينة الأليم شاملة لجميع مفاصل الاقتصاد الأعمال الوانية التحتية التجارة الحياة الاجتماعية برنامج التحول الوطني يحمل الآن ما يقارب ثلث هذه الهداف الاستراتيجية للرؤية حوالي 35% من أهداف الرؤية ويشمل تحت مضلته 10 وزارات العشر وزارات هذه تجتمع كلها في خدمة المواطن وتحسين أداء الحكومة كلها أهداف يهدف برنامج التحول الوطني لتحقيقها في الأول أخذنا وقت في التخطيط والإعداد ورسم البوصلة وين رايحين وإيش المؤشرات وإيش المستهدفات وإيش أماكن الوجع وبعدين نزلنا الميدان الخطة كانت طموحة ومنطقية ودعمت بكل الموارد المطلوبة بالمال وبالتقنيات وبالبشر المطلوب كان فقط التنفيذ الالتزام بالتنفيذ نحن نعرض للأمير ونحن نعرض نبعدين خمس دكايق أو عشر دكايق سيدي سلسل واحد قال كم صار لها المدفوعة الرقمية في العالم كفينتك جاوبناك أنها سيدي صلىها تسع سنين قال في تسع سنين تموت حلول إياها في تسع شهور عندكم تسعين يوم غادر سيدي الاجتماع إذا كنت أعمل مع اسمو سيدي والإله دائما البار متحرك دائما السقف يطلع فوق كيف توازن بين الطموح الكبير جدا والواقعية كيف تدمج نتعامل مع هدف طموح لن نتنازل عنه أبدا وبينسي الوقت نكونوا واقعيين في تنفيذنا وأداءنا بشكل يومي وفي المقابل هناك أدوات القياس أنا أون تراك أنا ماشي صح لأنا لازم أسرع بس اليوم ما ينفع تتكلم عن الطموح وعندك الركائز وخط الأساس في تحديات كبيرة وكان لابد اجتماعات أسبوعية كان صراع وزملة تحملنا بعض يعني كلنا تحملنا بعض في البدايات كأي مرحلة تعلم يواجه كثير من التحديات حتى مواضيع التمويل تمويل المبادرات كانت تواجه دورة طويلة كان عندنا تحديات في الصرح تحديات في التعاقد تحديات في الالتزام تحوي أسعار النفط كانت تسببت في هذا الانكماش تحديات كثيرة أنا أذكر يعني واحدة منها لما انخفضت أسعار النفط إلى مستويات متدنية جدا كان لابد من مراجعة جميع المبادرات بدون استثناء فتخيل أنت عندك أهداف سراتيجي كبيرة جدا قطعت مرحلة من التنفيذ والعقود وفجأة تصل إلى تقول لازم أراجع كل شغلها كل شيء دائماً لما واجهنا تحدي نشوف الصورة الأكبر الصورة الأشمل ليش الهدف هذا موجود ونرجع له تعرف هذا يسمون نورث ستار يعني نجم الشمال وين رايح نطلع من التحدي هذا نقول لحظة عندنا ليش قاعدين نسوي هذا ووش الهدف عندنا عنده نورث ستار نبنى صلى كنا نستشرف المستقبل ونبحث عن اقتناص الفرص وليس فقط حل الاشكاليات والتحديات ما هي أكثر الأرقام التي تفتخر بها وانترجل الأرقام بعد هذه الرحلة التحولية في الخمس سنوات الماضية شهادة البنك الدولي من المملكة العربية السعودية أكثر دولة إصلاحاً في بيئة الأعمال العام الماضي في العالم الإصلاحات ساودية أرادية شكراً لكم نحن مو عدد الإصلاحات بس العدد والسرعة والأثر نملك اليوم تقدمت 138 نقطة في مؤشر بدء الأعمال كنا 141 وصلنا 38 وكنا 92 على مستوى العالم وصلنا 62 نمو عدد المؤسسات بـ 70% من 650 ألف مؤسسة إلى أكثر مليون ومئة ألف مؤسسة في خمس سنوات وتأسيس الهياكل الحكومية الجديدة هيئة المنشآت الصغيرة التوسطة هيئة التجارة الخارجية المركز الوطني التنافسية مركز الأعمال هيئة السعودية الملكية الفكرية نظام الامتياز التجاري نظام الراهل التجاري نظام الغرف التجارية نظام الشركات المهنية نظام الإفلاس نظام التجارة الإلكترونية التطوير التشريعي التطوير الإجرائي التطوير التقني الهيكلة هذه كلها في الأخير المحصلة بيئة أفضل لاستقطاب وتحسين الديئة الاستثمارية الباقي كله نتيجة الإنجاز الثاني في 2020 إن المملكة بينما كثير من الدول إنما يكون كل الدول واجهت انحسار في استثماراتها خلال هذا العام الصعب المملكة في الواقع كان فيه نمو يقارب 10% في معدل الاستثمار الأجنبي في 2020 ونالت مركز أفضل دولة تحسنت بيئة الاستثمار فيها وأيضا تجاوزت الاستثمارات الأجنبية في عام 2020 أكثر من 1200 رخصة استثمار أجنبية فكل هذه مؤشرات جيدة جدا وتبشر في الخير وأعتقد قاعدة صلبة نبني عليها في الأحوام القادمة الحمد لله في حراك غير عادي فيه إنجازات غير عادي فيه تطور تقني غير عادي من أكبر منجز هو التنافسية الرقمية اللي وضع المملكة رقم واحد من المجموعة العشرين في جميع المجالات فيه تنفيذ ووضع الاستراتيجيات فيه القدرات في البنية التحتية وفيه التشريع ولكن أيضا فيه مؤشرات أخرى على مستوى البنية التحتية الرقمية اليوم نحتفل نحن رقم خمسة عالمية كان ترتيب المملكة 105 في مؤشر السرعات اليوم نحن من أفضل 10 دول على المهارات منتدى الاقتصاد العالمي اليوم يصنف من رقم 9 في المهارات الرقمية ومهارات المستقبل وأطلقنا أكثر من 20 برنامج مد بحزم تحفيزية أيضا تجاوزت نصف مليار ريالة وفي ثلاث سنوات وين وصلنا؟ التوطين 52 في المية نسبة مشاركة المرأة 23 في المية وعلى مستوى الاقتصاد الكل شكناها في 2019 وهذه أخر أرقام أصدرت كان نسبة نمو ناتج المحلي غير النفطي راثة في المية على الاقتصاد الكل في قطاعنا نمت 6 في المية فعلا والله الحمد يعني السوق في الثلاث سنوات الماضية رجع كقيمة اسمية فوق الأربعين مليار دولار يعني كانت تتكلم على يعني إنجاز ما لمثيل وأيضا في وسط أكبر تحدي جاء على البشرية في تسعي سنوات الماضية جائحة كورونا كثير من الدول تراجعت عن التوبتن والمملكة دخلت التوبتن فهذا كان كمؤشر أن في وقت الأزمات فعلا تتجل القيادة والريادة فكانوا الأبطال بالأرقام والحقاق طبعا من أهم الأشياء في تعامل مع وباء مثل كورونا الذي يعني غزى العالم هو تحدي هائل ورأينا كيف الدول المتقدمة عانت وأنها صحية انهارت وكيف لغفيات عالية في كثير من الدول بينما المملكة والله الحمد يعني تعامل مع كورونا بتجربة جميلة جدا الحمد لله كثير من العالم تناقلون وتجربة المملكة في آلية تعامل مع كورونا حرصنا على استخدام تقنية بفعالية حتى تصل الناس للخدمة بسهولة أول شي عندنا 937 يستقبل اليوم قرابة 61 ألف مكامل ويعمل فيه قرابة 1200 شخص طبعا المركز توسع بشكل هائل أطلقنا مثلا تطبيق موعد والذي يتيح أخذ موعد في المراكز الصحية بسهولة عمنا عن طريق هذا التطبيق 67 مليون موعد عندنا كذلك تطبيق صحة يقدم الشارط طبية وجه لوجه عن بعد فهذه كلها خدمات إضافية تجعل الشخص يستطيع لفصول الخدمة الطبية 24 ساعة بدون الحاجة إلى المغادرة في مكانه استخدام التقنية في التقصي الوبائي في تقديم الخدمة العلاجية في الوصول الخدمات في إعطاء اللقاحات كلها ساعمت في الوصول الخدمة بشكل أفضل ولذا استطاعت المملكة نتتعامل مع الجائحة الصحية كأفضل أربع خمسة دول في العالم فيما يتعلق بتعزيز السلام مورية الحمد لله تم خفض الوفيات من عام 2017 إلى 2019 بـ 41% نعلم أن خلال أربع سنوات أفضلت الوفيات فرابة أربع مهمية وفي مؤتمر السلق هولم الأخير وأمام الملأ وعيش المنظمة في كلمة التي تداخل فيها يقول أنا أطلعت على تجربة المركاب السعودية في مواجهة هذا الملف الهام وأدعو دول شرق المتوصل لتبدأ استراتيجي في المقربة السعودية أنا كموافد قبل لكم مسؤول حسيت بالفخر وأنا خارج المملكة في قاعة فيها الآلاف كل هذه كانت حقيقة من نتاج التحول والرؤية التي نعمل عليها والتي حقيقة نحن في فقط كبير ومشيت إلى أن نستمر في هذا العمل عندك منظومة العدل 82% اليوم من منظومة عدلية كان الطلب الاعتيادي من تقديمه إلى إتمام طلب التنفيذ يأخذ ما بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر الآن ينفذ الطلب خلال ثلاثة أيام كلها سلسلة إجرائية رقمية بالكامل لدينا سبعين ألف مستخدم يوميا لنخدمهم عبر منصة ناجس لدينا أيضا أكثر من عشرة ملايين وثيقة تم رقمنتها لدينا أكثر من ثلاثمائة ألف حكم صدرت عبر الاتصال المرأي عن بعد طبعا مرتبط أمل وزارة العدل بالعديد من المؤشرات من ضمنها مؤشر استقلال القضاء تقدمت فيه المملكة تقدم كبير جدا وانشأت المحاكم العمالية لأول مرة في المملكة المحاكم التجارية لأول مرة في المملكة ثم أيضا تبع هذا العديد من الإجراءات حتى من الناحية الشكلية الذي تحقق في ملف المرأة والأسرة الحقيقة الكثيرة مثل النفطة، الحضانة، الزيارة أيضا قضايا العضل وغيرها الآن من خلال العديد من التشريعات والأنظمة والقرارات والقواعد يسرت هذه الإجراءات بشكل كبير جدا نحن تفوقنا في عام 2020 في مؤشر البنك الدولي فيما يخص المرأة والقانون صار فيه تمكين أكبر للسيدات بوجودهم بعدة مناصب قانونية مثلا في الإحالات الآن سيدات كتابات العدل الآن سيدات حتى في الاستشارات أول ما كان عندك استشارات وبالتالي يصبح القضاء مؤسسيا من ناحية الهيكل ومن ناحية الشكل ومن ناحية الإجراءات ومن ناحية الموضوع وتحقق هذا التحول الكبير المؤثر في إيصال العدالة بيسر للناس المملكة بتحاول أن تسبق الركب لتنهض باقتصادها وتنميلها فيما يتعلب بقطاع السياحة ففتح القطاع السياح من خارج المملكة كامل أشياء لنفخر بها واحد ألماني يقول كنت أطلع من قريتي عشان أجي للسعودية أروح للسفارة اليوم هداك كله أحجز لي أني أقدم للتأشيرة أني أجي للسعودية اليوم جالس في بيته ضغطة زر خمس دقائق تأخذ منك علشان تأخذ تأشيرة كل الإجراءات تمر بدون تدخل بشري وما شاء الله يعني خلال ثلاثة شهور وأربعة شهور وصلنا أكثر من أربعمائة ألف ساعة كيف كان شعورك وانت تشوف أول سائح بفيزا سياحية يدخل السعودية؟ طلعت مطاره قابلته هذا إنجاز كبير جدا صندوق التنمية السياحي مول إلى الآن مشروعين وإن شاء الله عنده مشاريع كثيرة على الطريق أعلننا عن المليون وظيفة والآن إن شاء الله قريباً بنشتغل على مئة ألف وظيفة لي عام 2021 في موسم تنفس في الصيف سجلت عندنا مئة شركة سياحية في حملة الشتاء اللي سجل عندنا ثلاثمئة شركة سياحية 16% من إجمال الناتج المحلي لإسبانيا يجي من السياحة اليوم إحنا على ثلاثة ثلاثة ونصف في المية فمهم جداً من الملفات بلداننا تحمل إرث وثقافة رائعة جداً لكن اليوم نبغى نضعها بطريقة جميلة يعني لها انعكاس إيجابي للمدينة نفسها بدأنا في شوارع الأساسية اللي فيها أكثر حركة من عدد الحفر السوداء اللي إحنا تم إغلاقها أو عدد الزرع الحدائق أو إزالة المخلفات يعني وكلها أرقام بالسبعة مليون والأرقام كبيرة اليوم انت تشوف مثلا لوحات بطرق مختلفة أحيانا اللوحات بحد ذاتها تشوى بصري مزعج فكيف ننظم طريقة اللوحات بحيث أن تكون مع ضمن الكود البصري عليها الأرصفة اللي في الطرق يعني يمكن أنت شفت كثير من المخططات سابقاً يعني في جزيرة في النص ما حد يستفيد منها والمنطقة اللي علمين ويسار أرصفتها قليلة وهذا حتى يقودنا إلى أعلى شوي إلى عملية أنسنة المدينة كيف نخلي المدينة أقرب للإنسان ما هي أقرب للآلة أو السيارة هذا كله الآن ضمن برنامج التحول الوطني اللي نشتغل عليه أيضاً فرص بالنسبانها كانت هي منصة شفافة تقدم بوضوح كل العمليات أنت تستطيع أن تعرف كل شيء تقوم بموارسة كل شيء وأنت في مكان عملك وليس تحتاج أنك تروح للجال الحمد لله يعني اليوم ببلدي مع أننا حنا تقريباً نقول حنا فيرجين واحد إلا أننا فخوريين بعدد الاستثمارات اللي وقعناها أكثر من ستة آلاف تقريباً ومئتين فترة بسيطة عرضنا عدد كبير من الأراضي الآن كثير من الأشياء صارت إلكترونية أكثر من عشرة آلاف ممكن إلكتروني شكراً لجان سريعة للاستجابة فأصبحنا أقرب للمستثمر واحتياجاته وإذا ما عندك سوق عمل جيد لن تستطيع أن تستقبل استثمارات جيدة إذا حسنت العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل أنا جذبت الاستثمارات المحلية والدولية عملنا مجموعة من البرامج البرنامج الأول أنه برنامج حماية الأجور وصل لنسبة الآن من يأخذ الأجر في الوقت 85% أيضاً أطلقنا للأجانب العلاقة التعاقدية اللي هي خروج وعودة إمكانية الخروج وعودة والخروج النهائي والتنقل بين أصحاب العمل هذه ما كانت موجودة هذه مهمة لسوق العمل أيضاً أطلقنا العقود الرقمية والعقود الموحدة أيضاً فيما يتعلق بتمكين المرأة المشاركة الاقتصادية للمرأة قفزت من 17% إلى 31% أي تقريب النظر خلال أربع سنوات من 17% إلى 31% هذه نقلة نوعية ولا حصلت في أي دولة أخرى بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل حصة المرأة في سوق العمل قفزت من 21% إلى 31% تشكل المرأة في الخدمة المدنية 42% تشكل المرأة القيادية في الخدمة المدنية أكثر من 3.5% اللي يجي بس يدخل المطار يقدر يشوف التغيير اللي حصل قبل أربع خمس سنوات ما كنا نشوف أي سيدة تعمل في المطار لكن اليوم موجودين في وزارة العدل ككاتبات عدل موجودين في مهندسات موجودين في مجالس الإدارات أي وظيفة موجودة في المملكة العربية السعودية المرأة ممكن تعمل فيها والأهم أيضاً وصولهم إلى مناصب قيادية أيضاً فيما يتعلق بالقطاع التنمير الاجتماعية وصلنا مستهدفات الحمد لله تفوق المستهدفات اللي علينا فيما يتعلق بالتطوع فيما يتعلق بالقطاع الثالث كان مستهدفنا في عام 2020 النصر 300 ألف متطوع ما وصلنا له في 2020 وصلنا لـ 409 ألف متطوع طبعاً المجالات العمل التطوعي متعددة عندنا مجال البيئي، مجال الصحي، مجال الاجتماعي، مجال الديني مجالات متعددة قفزات هذه اللي ساعد عليها أنها وثقت أنها تحول إلى تطوع مؤسسي بالإضافة أن رؤية المملكة أولى تهتمام جداً عالي بالعمل التطوعي ضمنتها أحد برامجها نحن مجتمع قادرين ننافس دولياً في العطاء أيدينا بيضاء على حول العالم كلها وبإذن الله خلال عام 2021 تزول عننا إن شاء الله هذه الجائحة ويبدأ الاقتصاد بالتعافي ويبدأ إن شاء الله نرى مكتسبات أكبر لتحقيق رؤية المملكة 2030 فخورين بالمملكة حققت أكبر مخزون غذائي في المنطقة وتقدمت للمرتبة 30 في مؤشر الأمن الغذائي أصبحت المملكة مضرب مثل أمام دول العالم كافة في الوفرة الغذاء أثناء ذروة الأزمة وصلناه الله الحمد حالياً إلى طاقات كبيرة جداً يمكن تكون هي الأكبر على المستوى الشرق الأوسط بطاقات تخزينية تصل إلى 3.5 مليون طن من القمح موزع على 15 موقع في المملكة العربية السعودية شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً بداية الأزمة هل كنت قلق بما أنه هذا أول اختبار للأمن الغذائي؟ الإجابة الصحيحة أنا قلق باستمرار وسأبقى شي قلق باستمرار من يكون مسؤولاً عن الماء والغذاء لا بد أن يبقى إليه لقلق وأنقابلك مسؤول ليس لديه لقلق فهذا اليوم الذي يجب أن يغادر فيه الله يعينك في قطاع المياه هو قطاع الأرقام في الواقع اليوم نحن بنضغ في شبكة المياه أكثر من 10 مليون متر مكعب في عام 2016 كان انتاجك مؤسسة 3.6 مليون متر مكعب من المياه يومياً من نفس المنظومة هذه من غير أي زياد استطعنا أن نصل إلى 5.4 ومن ثم 5.9 بحسبة بسيطة تجد أن اليوم عندك زدت الانتاج خفضت سلاك الكهرباء خفضت في التكاليف التشغيلية نحن نتكلم عن كمية انتاج تعادل 760 ألف متر مكعب يومياً بما يعادل تغذية 3 مليون نسمة وقدرات المملكة في تحية المياه المالحة ونظمة النقل هي الأولى عالمية اليوم في العام 2020 لدينا برات اختراع قيد التنفيذ واستحقق نقلة نوعية في قطاع تحية المياه في الحالة الأرقام هذه عبارة عن نتاج عمل منظم مبادرات متجانسة نتاج عنها مشاريع تمس المواطن ومشاريع حيوية لمواكبة التنمية في المملكة عربية السورية وتحقيق رؤية المملكة 2030 إذا أتحدث عن قطاع البيئة على سبيل المثال أصبح عندنا مش مركز يعنى بالالتزام البيئة هناك مش مركز يعنى بالأرصاد عندنا أيضا مش مركز يعنى بالحياة الفطرية اليوم المحميات اللي عندنا 16% كان 4.5 أو 4.35 على عروج الدقة أيضا بعد ذلك عندنا مش مركز يعنى بالغطاء النباتي ومكافحة التصحر اليوم عندنا مشكلة احتطاب جاير ولكن فيلاحة تنفيذية اليوم هي تجرب ذلك وتغلط العقوبات في ذلك عندنا الكثير من مشاريع التشجير اليوم أنجزنا أكثر من اللي أنجزته للوزارة أكثر من عشر ملايين من الأشجار وهذه رحلة مستمرة الآن ولله الحمد بعد مضي أربع خمس سنوات نجد أنه مكينة الحكومة في يعني من الأفضل على مستوى العالم من ناحية سرعة التنفيذ وجودة التنفيذ وأيضا ترى أربع سنوات هي قصيرة في عمر الشعوب هي قصيرة جدا برحلة التحسين لا تتم في يوم وليلة رحلة التحسين تأخذ وقت فعلا كانت رحلة يعني صعبة لكنها في غاية الجمال هل اللي وصلنا اليوم في السعودية هو ذروة طموحاتنا؟ لا لا تونى واه تونى بعدين مشوار طويل ما بعد سونا شيء أنا أقول لك لا لسه لأنه هذا البداية وهذا الوتيرة والنجاح يولد نجاح والعزيمة تولد عزيمة وتعرف العجلة لما الدور تستمر والنجاح معدي فنحن مستمرين على هذه الرؤية لازال تقول القادم أفضل بكثير ولازال في مسادفات كثيرة حيكتن طموح سموه إلى عهد كبير وهذا إن شاء الله هيكون دافع لنا لتقنيم المزيد ونحن نعرف أن هذه رحلة تحولية ونحن ما زلنا فتونى انتهينا من الثلث الأول من رحلة عشرية ثلاثين ونكملين إن شاء الله يعني اليوم مملكة عبدالسعودية هي الاقتصاد رحمة 18 في الآلم لا يرتقي أبداً غير مقبول أن نكون أقل من ذلك في جميع الدهاد اليوم لكلنا أصبحنا ننظر لحياتنا أو زمننا والزمن المستقبلي نطمح بشكل كبير نتطلع أيضاً أن المواطن المستثمر الشركات الصغيرة والمتوسطة قطاع الأعمال يرى النتائج بأم عينيه ويرى هذا التنفيذ وهذا التركيز على التحول الوطني بشكل ملموس وواقعي ويخدم الجميل اشتركوا في القناة